موسيقى زي ما شاهدنا نحن ومشاهدينا انه العمل في اسماء كتير كبيرة مشاركة واشخاص كتير يعني فريق كبير ورا هذا الفيديو كليب ورا هذا العمل حابين نعرف اكتر عن العمل اكيد في اسماء كبيرة مشاركة فيه نعرف كتابة اشعار مين والحان هو الاوبريت من شعر لدكتور صالح الشادي لشعر العربي السعودي الكبير دكتور صالح الشادي ومن الحان الدكتور موسيقى رأيمر عبدالله ومن اخراج ساندرا قعوار عدد المشاركين خمسين كما ذكرنا هم ستعشر فنان اذا يعني ما بدي تخني الذاكر وما بدي انسى حدا يعني من ابرز الفنانين الغنائيين حسين السلمان سليمان عبود يوسف كيوان مجد ايوب زياد صالح جهاد ساركيس محمود سلطان محمود الخياط منتصر حبيب زياد صالح وسامة جبور ما بديش انسى ناس عرفت كيف لانه عددهم كبير محمد رافع محمد القاق شباب نشامة ياسر المصري من الدراميين جميل براهما مجموعة كبيرة مجموعة كبيرة وقامات كبيرة فنية كبيرة يعني في ناس من الجيد اللي كنا نشوفه زمان برضو اهتمينا انه يكونوا موجودين مثل ماركو اصلا مثل زيادة بسويلم اللي هذول لغنا عنهم دائما ولي وضعوا بصمتهم الفنية في المشوار الفني لأوردني اكيد في الاحتفال اللي سيقام في كتير اشخاص او نجوم عرب تمدعوتهم خلانا نحكي مين النجوم المشاركين هلا النجوم يعني احنا قد ما بنقدر انه يكون فيه في نجوم عرب متواجزين حتى يشوفوا انه الاردن شو طلب منها عدد النجوم العرب اللي راح تمدعوتهم بين 40 الى 60 نجم عربي من النجوم العرب الدراما وغناء ما فيه اسماء معينة صراحة ولكن يعني اللي هم اسمهم في الوطن العربي وبهمنا انه رأيهم بهمنا انه يكون متواجدين معانا فيه شخصيات رمزية اسلامية ومسيحية راح يكون ان شاء الله يعني داعية اسلامي ذو اسم يعني ممكن بين عمرو خالد بين يوسف القرضاوي على هوى انه مين بيكون يوم الاطلاق يكون متواجد هون في عمان ان شاء الله وفيه رئيس الكنيسة القبطية برضو ووجهنا له داعا وان شاء الله تكون مهونة وميسرة ان شاء الله ان شاء الله احنا حابين اكيد كل عمل ضمن فريق ممكن يواجهه صعوبات وتحديات شو اكتر الصعوبات اللي واجهتكم يعني صعوبات كانتاج نحكيه ما ايه هو اصعب شي انه عملية تجميع خمسين فنان في يوم واحد في ساعة واحدة ولفترة تجاوز 16-17 ساعة هاي عملية يعني هاي جهد كبير وعناء وتعب هلا الكل ملتزم الكل حضر نفسه لهذا اليوم بس ما بتعرفه ممكن انه يكون لا سمح الله صار طارع عند ناس معين بده كترت بالامور قبليها بالاضافة انه هلا في ممثلات دراما في اعلاميات موجودين اللي تركت بيتها ولادها عم نحكي 17-18 ساعة تصوير في احد الايام بيت الايام كان فيها الفنان الغنائيين فعملية تجميعهم عملية مش سهلة يعني حتى في ناس كانوا خارج البلد استدعناهم بعثنا وراهم زي محمول سلطان كان مصر رامي الخالد كان بابو ظبي ريمبوشنال كانت في الكويت تصور فاستدعناهم فالعملية التعب صعوبات بس هي ممكن انه يكون معك صعوبات صارت قضاء وخدر يعني انه ممكن الجنريتر الكهرباء اللي احنا صورنا في القلعة في يعني بلشنا من الساعة 6 المساء لغاية الساعة 7 الصبح لما بضرب عندك الجنريتر الكهرباء الساعة 12 او واحدة في الليل عرفت كيف وعندك كاس اضاء ومشرفين وفنيين وبيكون عندك عدد كبير من النجوم فهاي يعني عبين ما تجيب جنريتر ثاني وتوقفي وترتاحي وكان الجو بارج جدا رغم انه يعني كنا بنين زي خيمة كبيرة هناك ومدفئة وكذا لكن اللوكيشن التصوير داخلي كان شوي بارد لهو الخسر الاموي عدا انه في عندك كشفات تكون راكبة بره اللي هي الانارة والاضاءات الـ HMI مطرت علينا الدنيا فما ما بتقدر فهي كله من رب العالمين وخير فانا بعتبر الابريت هذا اللي صار معانا هو جهاد عرفتي كيف في سبيل هالرسالة هاي انه احنا عم ندافع عن نبينا عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام انتصرنا الحمد لله رب العالمين خلصنا شغلنا الاني جوزة في ناس بيحكوا انه خلص خلصنا هيك يعني وقفنا عرجلينا انتهى الموضوع لا انا بعتبر حفل الاطلاق هو يعني 40% 40% من النجاح ان شاء الله انا فيه كلمة لفتة نظري ظهرت معنا اكيد بالبروموشن كان عم بيحكي عن بيحاربونا بالاعلام ونحن بنحاربهم بالاعلام هل فعليا هي الابريت نحن عم هي وسيلة للمحاربة او وسيلة للرد لا ستي انا بدي احكي لك اشي هلا الفيلم الموسيقى نزل اول اشي كان فيه رسوم كرتونية كانت فنزلوها على اليوتيوب نزلوها بالسينمات بالدينامارك وكذا هاي كانت بداية الاسالة سيدنا محمد الفن اعلام يعني عرفت كيف يعني عملتين لوجهين لعملة واحدة حاربونا باشي ثاني وجرحوا مشاعرنا اللي هو بالفيلم الموسيقى الفيلم الموسيقى ونزلوها على اليوتيوب وعرضوه في سينمات وفي كذا فهذا اعلام احنا بنرد عليهم بالاعلام انا برفع راسي عالي بالشباب والصبايل الاردنيين بالوسط الثقافي كاملا اللي اتحدنا وكلياتنا احنا اقدرنا نرد رغم انه انا حكيتلك سابقا انه الاردن متهمة بضعفها الاعلامي متهمة بالوسط الفني ما عم بنشوف الاردن بتطلع نجوم لبره وكذا لا الاردن يعني جوز انه فيه ظروف سياسية فرضتها هذا على الوسط الفني لكن انا برفع راسي عالي احنا عملنا بشيء معين بعمل معين اللي ما قدروا الدول اللي في عندهم عشرات الملايين رصدينها للإعلام والفن عندهم هما ما عملوا احنا اللي عملنا فانا بدي احكي كبرى للخنوات الفضائية كبرى للمدن الاعلامية ما بدي اذكر دول ولكن ما قدروا يعملوا اللي احنا عملنا كان تنزل اغاني ردا على الفلموسي اغاني سينجل كانت تنزل من فنان مصري من فنان اماراتي من فنان كذا لا احنا اجتمعنا خمسين والخمسين كلهم لهم تأثير ولهم كذا ما تنسي انه كمان شبكة التواصل الاجتماعي اليوتيوب الفيسبوك كلها عم بتساعد في ايصال المعلومة هاي للغرب واحنا هدفنا انه الغرب نحن اكيد عمل مثل هيك المفروض يحصل على طغط كبير خلينا نحكي من الجهات الراعية او من الجهات اللي حتكون مغطية هذا الحدث كجهات اعلامية نحكي لحفل الاطلاق هلا اشوفي في عندك لغاية فترة بسيطة كانوا 194 او 195 قناة فضائية اللي توصلنا معهم باي ايميل وباي فاكس وبايشفالة زي هي رتبنا معهم كانت امور نكون فير معهم راح يضخوا العمل على شاشاتهم احنا بهمنا شاشات برضو المؤثرة عربيا وفي الخارج الوطن العربي ايضا عددهم 194 وان شاء الله بيزيدوا اكثر واكثر عرفت كيف يعني احنا قنوات اجتماعية قنوات عربية مشاهدة افلام سينما اكشن حتى القنوات الدينية كلها يعني استعدت لبث هذا العمل في عندنا عدد كبير لبس فيه يجوز وصل بحدود الاربي ال90 قناة اللي راح تعرض لبروموشن هلأ احنا الاعلام شغالين فيه وحدة وحدة خلصنا شغل في البروموشن راح نورده مدة 45 ثانية اللي هو ملخص ولي هو بشوق المواطن العربي بكافة طيافه مسلمين ومسيحيين بشوق الناس انه شو هذا العمل مدة 15 يوم راح ينزل لغاية التسعين بنحاول نزيدهم اكثر واكثر فان بتفعلوا حتى معانا هون في الاردن قنوات عربية موجودة بتبث من الاردن يعني صار في عنا حوالي 26 محطة عراقية تبرى انه برضو البروموشن يبتوه بنخلص البروموشن بيجي عنا حفل الاطلاق حفل الاطلاق بنقول على الهواء مباشرة 8 قنوات روتانا قناتين ال ال بي سي مجموعة ال ال ام بي سي كافة التلفزيون الاردني هذول اللي راح يكون عليهم الحفل لايف هلا بنتأمل احنا خلال الحفل الاطلاق يكون بفترة معينة انا بتأمل وبحكي يا رب ان شاء الله انه يكون بالفترة بين 10 و 16 اربعة لانه في عندك ب 15 اربعة او 14 اربعة راح يكون في عندك مؤتمر اتحاد الاذاعات والفضائيات العربية راح يكون في تواجد اكتر 150 فضائية هون في عمال مؤتمرهم فرح نوجههم الدعوة ان يكون متواجدين معنا وان شاء الله يارب بهمتكم وبهمة الجميع ان شاء الله نحنا بنعمل ربود فعل اكثر من جائعة على ال اوبريت ومتنى لكم كل التوفيق اكيد ان شاء الله تسلمي سيد المنتج نزال الخزاعلي شكرا كتير لحضورك نورتنا بهذا الصباح الله يخليك تسلمي انا بدي اشكركم بدي اشكر قناة نوربينا بدي اعتذر للشباب انا كنت معطيهم موعد من قبل كم يوم للاخ احمد والشباب فانا برضو بدي احكي للناس اللي عم بيشاهدون عبر قناة نوربينا لأي معلومات عن اوبريت الوراية رسول الله هناك صفحة اسمها اوبريت الوراية رسول الله وفقط على جوجل اوبريت الوراية رسول الله 120 صفحة على جوجل اخبار غطتها من مختلف دول العالم شكرا اليك ويسعد صباحك ويسعد صباح المشاهدين جميعا اهلا سلام